في بداية حلقتنا اليوم تكلمنا عن المتغيرات أو التغيرات المناخية و كلنا طبعاً شفنا الإغبار يعني ما يخفى على أحد و عادي سبحان الله باليوم يمر علينا أكثر من جو وأكثر من شكل و نشوف هذا التغرير رادي لكم مثل ما شفته و شايفين أكيد بره لكن اليوم راح يكون معنا للاستاذ علي الدوسري طبعاً هو باحث في معهد الأبحاث الكويتية العلمية الساكل الله بخير الساكل الله بخير عسى ما طولنا عليك لا لا خير الله يسلمك طبعاً أمس الموجة و حتى اليوم الصبح يعني موجة غبار لكن سبحان الله بعدين تعدى للجو الحل ما يندرى براش صار سبحان الله توني جاي الآن من ورشة عمل الهيئة العمل البيئة مع التعاون مع مدلع بحاث نعم بخبراء من الأمم المتحدة في مجال العواصف الغبارية حلو ما تغير المناخ الثرفية بالنسبة للكويت طبعاً التغير المناخ دعنا نرقي عزيزنا المشاهد طبعاً نبذة بسيطة جداً ارتفاع درجات الحرارة له عواقب معينة و شلون المواطن الكويت شلون دوره و أيضاً حتى المؤسسات عندنا دور بالإغبار هذا طبعاً لا شك قولنا أحد الأمور الأساسية على سبيل المثال شلون تصحر في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا نعم يؤثر على الكويت سبحان الله في مسارات الغيوم أحد تقريركم أوضح مسار الغيوم اتجه من أفريقيا إلى جهة الكويت في مسار طبيعي هذا المسار الطبيعي اللي صار فيه تغير المناخ أنه قام يتجه إلى الجنوب نسيطة تصحر في جنوب الصحراء نعم يعني نتوقع مستقبلاً أن الأمطار تتجه جنوباً و بالتالي تكون قطر يمكن أكثر أمطاراً من الكويت و الإمارات وغيرها نعم نعم أيضاً هناك أمر آخر في ظاهرة في الكويت اسمها ظاهرة الألبيدو شون المواطن ساهم في طريقة غير مباشرة اللي هي شسمها؟ ظاهرة الألبيدو ظاهرة الظهور طبعاً انعكاس أشعة الشمس سغوطها على سطح الأرض تنعكس بكمية أكثر تسميها ظاهرة الألبيدو تكون عالية جداً نعم هذه الظاهرة تطرد الغيوم يعني معنى أن مسار الغيوم الطبيعي يتجه إلى الكويت ثم يصير له انحراف عن الكويت وهذا ظاهرة طبيعية نحن نبي الغيوم نبي المطر نبي المطر شون يأتي المطر من ناحية هذه هو اختفاء الغيطاء النباتي أيام ما كان فيها الرمث و العرفج و العوسج و الغاردق و عدة أمور نمطات الفطرية الموجودة هذه تمتص الأشعة الشمسية فالتالي يصير عندنا الغيوم تتجه مسارها الطبيعي منطقة الشيقاية والسالمي أكثر مناطق تدهوراً على مستوى العالم من ضمنها اللياح التي صنفت عبر الأمم المتحدة يعني من أكثر مناطق كان فيها الدراكيل الصلبوغ كان طبعاً ثم ردمها و صارت ما ينبت فيها النبات يمر العام تلو العام والربيع تلو الربيع بس المنطقة هذه كانت ما يظهر فيها أي نبات دخل طبعاً معهد الكويت البحاث العلمية بتعاون عدة جهات و سووا موسم غرس و هو موسم رائد لله الحمسي و قام للسنة الخامسة على التوالي م شاء الله حلو يعني طلبة المدارس و طلبة الجامعات و طلبة مؤسسة عمل الطوعي أو التطوعي سميها ما شئت يعني يغرسون كل واحد غرسه بعد فترة يجيه رسالة بالبنيد الإلكتروني أو كذا بعد سنة شو نصر الغرسة مالتيك رسالة حلوة رسالة قدر استطاعها توصل لأكبر سريحة من المجتمع الحمد لله نقول له أن الاهتمام بالغطاء النباتي أحد الحلول الغازات الدفئة اللي هي ثاني كسير الكربون و غازات نيتروجين و كلورو كربون كل هذه الغازات طبعاً سبب ارتفاع درجات الحرارة يصير عندنا بالضبط يصير عندنا ذوبان الجليد يصير عندنا ارتفاع منسوب البحر نحن لدينا جليد ليس لدينا نهنية هذه تكلمة عن دوار خارجية تأثر علينا بالضبط شوفوا لنا قلناكم شوي و عزيزنا مشاهدي أستمع في الناحية هذه اللي هي كالون التصحر في جنوب الصحراء أثر على الكويت في كمية الأمطار حتى إذاك المساهمة من عندنا في كمواطن أن نزرع هذه النباتات الفطرية و نحاول أن لا نشتثها من جذورها نعرف قيمة كل نبتة و نحفظها لأجيان القادرة فذوبان الجليد سبب ارتفاع منسوب البحر هذا مو غريب طبعا لأن في أهد السومريين وهم بجانب بغداد تقريبا كانت حضرتهم لكن كانت سفنهم بحرية يعني معاطل البحر كان يوصل له هناك يعني البحر كان يغطي مساحات شاسعة أكثر من هناك و في مرات ينحسر حتى صار الخليج ما فيه ماي يعني معنا أن الأنهر تصب في بحر العرب يعني إذا ارتفاع منسوب البحر يعني تفاوت من فترة إلى فترة و في عصور الجيولوجية يعني هذه الأسباب الغبار اللي نعاشي فيه يعني مو بس أسباب محلية لا هذه أسباب يعني أجزاء كبيرة أعرفت و بعيدة من الكرة الأرضية مثل ما ذكرت الغبار هنا جانب آخر ثاني جانب الغبار لأن المنطقة بشكل عام منطقة المحيطة تعرضت لحروب تعددة فصار عندنا الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب العراق الأولى والثانية والثانية كيف هذا يأثر؟ يأثر تأثير قوي جدا حتى الغزو أثر علينا ما يدي لا يوجد شيء طبعا أننا نتكلم عن كثير من المناطق طبعا خلنا نشوف الكويت كمنطقة بسيطة جدا عندنا ظاهرة الآن بدأت تنتشر في الكويت شيء يسمى مزاين الإبل والمروث الشعبي و دخول هذه الكميات من الأغنام و الإبل بكميات مهولة جدا يضرنا؟ نتكلم عن الطاقة الرعوية للأرض ما تحمل يعني ذلك لا بد من دراسة مستفيضة لا بد ما تتحمل الأرض أن تقام مثل هذه المسابقات أرض شاسعة مثل السعودية ممكن تقام فيها لكن الكويت لا تستطيع أن تتحمل هذه الأعداد الهائلة والمولة إذلك سطعنا أن يقولك أن وجود محميات بسيطة جدا و نحاول نوجد في الكويت كونسب جديد أو ما يسمى مفهوم جديد وهو إدارة المراعي بدل ما تصير هناك محميات صار حنق من أرعاة الإبل والغنم من المحميات يصير لديك نوع من التنظيم تفتح في أوقات معينة منطقة كبيرة تصير هذه اللي يصير محمية كبيرة و إن نستهدف المناطق المناطق الشمالية اللي فيها أكثر أودية الكويت مثل ما ذكرت صح؟ هذا الهدف المستقبلي اللي يتمنى أن يتخذ فيها متخذ القرار سمع فيه هذا و تحمى هذه المنطقة فترات معينة و تبني أن يتوفي أحد متبني؟ و إنه عندنا طبعاً لجنة مكافحة الصحر تابعة لها لينك مع الأمم التأحدة في الحالة هذه و معدل أبحاث ممثل بعد أشخاص معاهم في هذه اللجنة و كان هذا الاقتراح إن شاء الله موجود و إن شاء الله نسعى إن نقدمه و نطوره بأسرع وقت ممكن بحيث أن المنطقة الشمالية كلها تحمى من قضية الرعي في فترات معينة و تفتح لهم يعني ما حميها للكم ياهل رعاة الغنم و الإبل و بالتالي ستوفر أيضاً لهم في أمر آخر قضية الأعلاف لا بد توفر لهم أعلاف إذا كان بكميات معينة و جودة معينة عالية البروتين بتنعكس على جودة اللحوم و جودة الألبان كذلك حتى جودة البيض في الناحية هذه بعد الأبحاث عنده أبحاث كثيرة جداً في هذا المجال ممكن أن يجعل الكويت تقدم 20 سنة قدام عن مثيراتها من الدول المحيطة لا يعني أطيك العافية أستاذ ذكرت شيء يمكن كان يخفي على و يخفي يمكن على بعض المشاهدين بأن موجة الغبار التي نعيش فيها يعني هذه على مستوى كبير على مستوى ذوبان الجليد في شمال الأرض و على التصحر مثل ما ذكرت في الصحراء الأفريقية فيعني مو شيء بس محلي نعايشين فيه طبعاً ضرور فيه مصادر محلية في الكويت و فيه مصادر إقليمية زي المحلي شونا نقدر نتصدى له قلت لك الغرس النباتات في المصادر طيب الإقليمي اللي هي أكثر شيء الصحراء الغربية العراق و طبعاً هذه اللحظنا بصورة الأطمار الصناعية تتدهور بشدة و يختفي فيها الغطاء النباتي فبالتالي لا يوجد شون دور النبات هنا يعني هنا النبات لما يسقط الغبار يحمي أو يمنع حركة أو ذرة القبار من التحرك من جديد فهنا دور النبات دور فاعل لازم نزيد الزراعة بشكل كبير بالأحرى النبات ينبت في نفسها هو النبات فطري هو حمايتها من أو لوقت معين تظهر هذه النباتات و تطلع مجرد ظهورها ممكن أن تنمو مع الفترة طبعاً تصبح كثافتها عالية جداً هذه النبتة مثل الرمث تستطيع حجز ما يقرب من 10 متر مكعب من الرمال و الغبار و هي قدرة هائلة مهولة جداً هذه النبتة لها قوة و قدرة تحمل على الجفاف و لا تحتاج إلى مياه فما لها كلفة اقتصادية الغبار بشكل عام حتى وصل إلى سوريا الآن و صارت مصادر جديدة في سوريا و جنوب تركيا لاحظنا فيها ملاحظة عجيبة جداً تشار ضرات الغبار بعواصف مهولة جداً تنتشر بنمطين أو ثلاثة أنماط النمط الأول النمط مثل الأروشيب مثل السهم بسيط جداً ينطلق من جهة النجف و منطقة بعض الأماركين من جهة الكويت و بديدة الكويت بعضها ينطلق بشكل مثل البطانية و مثل كتيب الرملي يغطي الكويت كاملة و دول الخليج و هذا يسمونا البروت سكيل كله شايفين نحن هذا الغبار طبعاً متوقع أن تزداد حدته حالياً حالياً شد تتوقع التوقع طبعاً حسب ما شفناه من أرسل طريقة مع الأبحاث العلمية من دراسة متكاملة حتى عن مكونات الغبار و حبوب اللقاح الموجودة في الغبار و حتى المعادل الموجودة فيه درسناه بالتفصيل من ناحية هذه و شفنا حتى من ضمن من طريف بالأمر أننا لقينا أيضاً حبوب اللقاح الصنوبر جاء مع الغبار فأجتنا في الغبار يعني مقصد أن الغبار يوصل 360 طن لكل كمم مربع في الكويت ينزل في الكويت سنوياً يعني نتوقع الشهر هذا كله أيضاً مع دخول شهر رمضان الكريم يعني رح نعيش الموجودة الغبار هذه هي موجودة الغبار طبعاً بشدة شديد خلني أوجه العزيزنا مشاهج و نكون أكثر منها الغبار طبعاً جزء من النظام الأيكولوجي بمعنى لو اختفى الغبار ماذا يحدث؟ يختفي الغبار من النظام الأيكولوجي يحدث يتخلل بها من ضمنها الحشرات تكثر بكثرة إذن الغبار يتحكم في طبيعة البيولوجية و طبيعة الأيكولوجية الموجودة في المنطقة لكن أيضاً ينقلي بعد يمكن أمراض يعني هو قتل الحشرات لكن أيضاً يبلي شيء آخر يعني ينقلي قتل الحبوب والبذور لكن في ضرر كبير على الإنسان لا يوجد شك طبعاً نتعاون بعد الكويت الحوث العلمية مع جامعة هارفرد في هذا المجال و فعلاً جانب الهلثة أو ما يسمى للصحة صحة و وجدنا فعلاً في تأثير الغبار حتى على الصحة العامة بشكل عام حتى عدد الوفيات وأسبابها و أيضاً بعض الأمراض خصوصاً نحط له بعض الأمراض معينة تزداد بسبب العواصف الغبارية و طبعاً يلاحظ أنت لما تطلع من الكويت تروح دولة ثانية مثلاً تشوف أن الجوب الأن فيها عادي و تنفس عادي و عندما تأتي هنا تحس أنك تبدأ تضيق و تسكر و كل شيء و سب أن فعلاً أنت عندك حساسية من بعض الأشياء هي موجودة عندنا و غالب الغبار بريء من الحساسية لكن هي حبوب اللقاح الموجودة في الغبار هي سبب حبوب اللقاح يعني لا يوجد الأخبار والأخبار نزين لا يوجد شيء لا يوجده عليه و فيه وايد كذلك حاصة على البيئة البحرية و عدة أمور أخيرة كثيرة ذكرت سعبي أن الدورة التي كنت فيها كيف نستفيد من الغبار اقتصادياً؟ طبعاً نتكلم عن دعنا نأخذ النبار كمثال عالي جداً محمية صباح الأحمد محمية صباح الأحمد سوئنا قياسات على مستوى دولة الكويت كلها للغبار متساقط فيها وجدنا أن محمية صباح الأحمد أقل منطقة فيها غبار كمية مصادق و سبب شنو فيه سبب النباتات الفطرية للمث الموجود فيها أول ما ينزل الغبار تمسكه لأنه يعتبر كنز كنز معدني تتحاول تتغذى عليه جذور و هنا يكون عندك المفيد جداً فهو مفيد للنبات من ناحية الجذور والتغذية ولكن مضر من ناحية البناء الضوئي من ناحية أخرى طالع سبحان الله الغطاء النباتي مثل ما ذكرته هو جداً مهم لكن للأسف يعني أنت تشوف أيضاً مثلاً وقت المخيمات في ناس ما تهتم للغطاء النباتي للرمث والعرفي الموجود وهذا فالإنسان المواطن لدور أكيد بهذه الأزمة وهذه المشكلة أنا برأيي الشخصي أنا أقول هنا أنه كيف نحول المشكلة إلى فائدة هذا الفن بحد ذاته يعني التخيم اعتبره كنزاً عندي وقت التخيم انتشر الكويت أهل الكويت كلهم في مخيمات طيب كيف نجعل عند المواطن الكويتي ومواطن الوافد اللي يخيم في بر الكويت عنده حسة همية النباتات الفطرية في أقرس نبتة فطرية تخيل كل واحد منهم قرس نبتة فطرية ما تحتاج ماء بس وقت التخيم و تخليها بس وين تحفر حفرة بسيطة جداً بحيث أنها تحفر حفرة وتوضع هذه النبتة فيه بأنه يقدر يساهم في هذا الوقت من المخيمات حتى ما تجي السيارة و تدوس عليها فتكون حفرة تحت وفي نفس الوقت اللي غنم ما توصلها أو العبل تاخذ جذورها تكون في الأرض أوسع و أعمق طيك العافية عندك كلمة خيرة أستاذ علي والله الكلمة الأولى لا بد يا جماعة قضية الطاقة الرعوية في الكويت أنها تتحكم فيها نرجو عندنا طبعا كثير من الجهات موجودة الدوال الأميري و مجلس الوزراء و كذلك عندها جهات أخرى يعني عندهم مثل الإبل و يتحكم فيها يا جماعة الكويت ما تحمل هذه الطاقة الرعوية الطاقة الرعوية ما تحمل فطبعا ما الأسباب تطرد الغيوم تطرد و سبب تغير الباناق عندنا مشكلة انتهاء الغطاء النباتي لا بد نهتم بالغطاء النباتي نزرعه في أجنالنا القادمة عندنا كل شهر مارس في معادة الكويت بحادة المية في منطقة اللياح كل واحد يجيب نبتته و يزرعه و يغرسها بنفسه و باسمه و هذه إن شاء الله هي صورة ينوصلها لعزائنا المشاهدين آمين يا رب شكري لوجودك معنا اليوم في هذه الفقرة و في هذا البرنامج بالكويتي الأستاذ علي الدوسري الباحث في المعهد الأبحاث العلمية الكويتية بشذي نقول لكم مع السلام و بإذن الله باشر نشوفكم على خير باشر باما